مرحبا بكم في قناة تحفة يوب من ألف حالة يوميا بعد أن كانت لا تتجاوز 180 حالة في اليوم لهذا ستتسع قائمة الحجر الصحي لبعض الولايات الجديدة ووزير صحة بن بوزيد أكد أن الجزائر في اتصالات متقدمة جدا لقتناء لقاح فعال لدى كورونا في أقرب فرصة ممكنة وسيعلن عن تفاصيل اقتنائه فور انتهاء المفاوضات حيث سيكون اللقاح مجانيا وللجامع كما أنه سيكون اختياريا وليس إجباريا فما رأيكم في ذلك هذا وفي خبر منفصل الجيش الوطني الشعبي الجزائري يبدأ استعداده ويفرد حال تأهب القصوى في تأمين الحدود الوطنية خاصة في الناحية العسكرية الثانية والثالثة بجانب رسالة هامة للجيش المغربي فهذه التحركات جاءت على ترتوتر الأوضاع في منطقة الكاركاراس في ذلك صدام كبير بين المغرب والبوليزاريو حيث أكدت الجزائر على موقفها الصارح من الأزمة الحاصلة بمنسبة البوليزاريو ودعس لإنهاء الأزمة فورا فقد كشفت شروق في مقالها اليوم حسب مصادرها الخاصة على حد قولها أن الوضع هذا دفع بالجزائر إلى أعلى درجة تأهب والاحتياط العسكري وفق توقع أسوأ السيناريوهات خطورة وتعقيدا تضيف مصادرها أن الجزائر لترغب مطلقا في تدشين حرب أو نزاع مسلح جديد مع المملكة المغربية غير أنها بالمقابل لن تتسامح أبدا مع الاقتراب المغربي ولو بشبر واحد من حدودها الغربية وفي هذه الحالة ستكون كل الردد مشروعة بالنسبة لها على رأسها الرد العسكري الكاسح لردع كل من تسول له نفسه التعدي على سيادتها بأي شكل وشدد الفريق شنغريحة بدوره على درورة مواكبة التغيرات الجيو السياسية وشدد الفشنغريحة على درورة مواكبة المتغيرات الجيو السياسية من خلال الحفاظ على اليقادة في أعلى درجتها وتكييف المستمر للتشكيلة العملية المنتشرة على طول حدود لاسيام الغربية الجنوبية الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية هذا وأطلق الجزائريون ومغاربة حملة ضخمة بمواقع التواصل الاجتماعي لتألف بين القلوب وكسر حملة النزاع الكبيرة التي خلفها التوتر في العلاقات بين البلدين حيث كانت هناك تعليقات مسئة من الطرفين على مدار أيام ولا تزال وسطدل على ما يبدو لهذا تدخل عقل الشعبين لتهدئة الوضع وتأكيد أن الشعبين أخوة رغم الخلفة السياسية الكبيرة التي تمنوا أن تتطور أكثر والحملة حملت شعار الجزائر والمغرب خوة خوة أين لقى الاستحسان من فئة كبيرة نشرين أحاديث وصور قرآنية تحط على الأخوة وترك الفتنة وتقديم الكلام الطيب والمحبة فما رأيكم في توتر العلاقات وتفاقمها بهذا الشكل هذا وفي خبر منفصل عبدالإله بن كيران رئيس الوزراء السابق في المغرب فاتحا موضوعا مهم جدا بقوله إن استمرار شراء المملكة المغربية للبيترول من روسيا لا يخدم مصالح الريبط والجزائر واستغرب رئيس الحكومة المغربية السابق بن كيران من استمرار غلق الحدود بين المملكة المغربية والجزائر منذ 26 سنة بسبب النزاع بين الريبط وجبهة البوليزاريو على الصحراء مطالبا بوضح حد الخلافات الواقعة بين البلدين وأنه من العيب أن يظل الخلاف بين الجزائر والمغرب كل هذه المدة الطويلة رغم أننا جيرا ولنا تقاف ود واحد متسائلا أيضا أين المشكلة التي تمنع بناء اتحاد المغرب العربي هل الصحراء هي السبب أم هناك مبرر آخر من غير المعقول أن تظل الحدود مغلقة لمدة 26 سنة ثم ختم كلمه بقوله لندع ملف الصحراء في الأمم المتحدة لكن افتحوا لنا الحدود غير معقول أن تظل مغلقة والشعوب محرومة من بعضها مشيدا بالشعب الجزائري بقوله أن الجزائريين إخوتنا رغم الخلاف بيننا بخصوص قضية الصحراء إلا أن هناك العديد من الأشياء تجمعون وحكم علينا الزمان أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية والضعف يأتي بالأعداء على الجزائر والمغرب من كل جهة فما رأيكم في تصريحاته ودعوته للمغرب شراء البترول من الجزائر بدلا من روسيا هذا وعدس العلاقات للتوتر بقوة بين السلطات الجزائرية والمغربية وذلك على إطر التوتر الكبير الواقع بين البوليزاريو والجيش المغربي حيث وقعت هناك اشتباكات والوضع يتأزم لهذا فالجزائر كان لها موقف واضح من القضية خلفه مواقف مضادة بين المسؤولي المغرب والجزائريين إذ أن قضية الصحراء دائما تكون العام الأبرز في عدم التوصل لحل وحل الخلافات مؤخرا كانت هناك مبادرة مغربية جزائرية للحوار من أجل محاولة استيكل الخلافة وحلها ولتبادل زيارة بين الحكومتين وحتى بين الرئيس بنو والملك محمد السادس لكن يبدو أن المبادرة تبخرت فجأة مع عودة التوتر في العلاقات والأزمة الحالية بالصحراء بعد حدود خرق صارح في الاتفاقية بين المغرب والبوليزاريو إذ أن المبادرة الأخيرة التي كان وراءها تفاؤل كبير لإحدى التقارب لكن مصيرها الفشل كسبقتها على ما يبدو وتتبخر ككل مبادرة سبقتها بين بلدين جارين وشعبين متأخين فرقتهما وأشعلت بين فئة كبيرة منهم نار فتنة التي خلفتها قرارات وسياسات مسؤولين سابقين وحاليين خاطئة مع العلم أن الجزء اردعت لوقف إطلاق النار فورا والتهدئة بين البوليزاريو والمغرب مدينة تحرك الأخير وخرق الاتفاقية وهذا الصراع يؤثر ويدر بالجزائر خاصة وأنه يجري بالقرب من الحدود الوطنية لهذا هناك اهتمام ومرقبة كبيرة من الجزائر عليه فما رأيكم في عودة توتر العلاقات مجددا بين الجزائر والمغرب بسبب أحدث الجيش المغربي مع البوليزاريو الجارية حاليا شاركونا بأرأيكم بكل احترام هذا وفي خبر منفصل ضمن أحدث الأخبار لنهر اليوم بعد عودة توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب الحديث عن دور إمارات وراء ما حدث بين المغرب والبوليزاريو بسبب موقف الرئيس بونو المؤشرات القوية والواضحة لذلك البداية أولا مع عودة توتر في العلاقات وغضب جزائري على إدر خرق الاتفاقية التي كانت أمضيت بين المغرب والبوليزاريو حيث تفجأ الجميع بخرق الاتفاقية رغم أن كلا الطرفان كان التزم بها منذ سنة 1991 والغريب أن خرق الاتفاقية هاته تزمن مع تحرك الإمارات في العيون بفتح قنصولية إماراتية بالعيون لصالح المغرب أين كانت الإمارات تقف على الحياد من القضية في الخلاف الحاصل حول الصحراء إلا أن الإمارات فضلت مؤخرا الوقوف مع المغرب والدخول هناك ردا على موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كونه الرئيس الوحيد الذي ندد بالتطبيع الذي قادته الإمارات حيث كان ندد بالتطبيع ووصفه بالعرض تاريخي وأن الجزائر لن تبارك الهرولة للتطبيع وغير رضي عن المطبعين لذلك يبدو أن حكام الإمارات حقدوا على سبون والجزائر ككل فحتى موقفه مع المغرب يبدو أنه لم يكن نابعا من قناعة بل فقط ردا على موقف الجزائر من الطبيع وحتى لإشعال المنطقة على ما يبدو حسب ما تدول الإعلام الجزائري ككل الذي تهم الإمارات بكل وضوح عن تسببها في أزمة بالمنطقة خاصة وأن الإمارات سرعت لمباركة تحرك المغرب وخرقه للاتفاقية اتجاء في بيان الإمارات دعم للمغرب الآتي نبارك وندعم للمملكة المغربية كل إجراءات التي ترتائها للدفاع عن أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها فبعد شهر واحد من فتحها للقنصلية بالعيون اشتعلت الأزمة والمنطقة ككل حالة توصر كبيرة حاليا موجودة على الحدود الجزائرية